بسم الله. ازاي حول الريفت الى ملف بدي اف سري دي. ممكن تكون انت شغال على ملف آآ آآ الريفت. وبعد ما خلصت المودير عايز يبص عليه او اي حد عايز يبص عليه. بس مش عايز تسقطه بالبرنامج هو بش يعادل الحاجة فهو عايز بس مجرد يبص ويحط لك تعليقات ويقول لك ايه اللي اهبة اللي انت عامل دوت وكده. فبسطة بنها برنامجين. آآ الاتنين من شركة بنتري. الاول اسمها اي موديل. اللي اي موديل دي مسؤولة لها تصدر الموديل للبرنامج التاني اللي هو الفيور. هاجي هنا اقول له بابلش. هصدر امتاز اسمه دي جي ان. تمام? هيصدر لي الملف دوت هنا. اه. اروح للبرنامج التاني اقول له اوبين. البرنامج التاني اسمه بنتري فيو في تمانية اوي. ده بيفتح لي الموديل هوت. اقدر اشوف الموديل. اقدر اعدل فيه. اقدر ابص فيه. تقدر تعمل وكسره جواه. تقدر تشوفه من كل النواحي. زي ما انت عايز. تقدر حتى يعني تقدر تشوف تبقى في كذا لقطة تبدأ تشوفهم. في كذا فيوه. في شوية امكانيات حلوة البرنامج دوت. بس مش مش راح النهاردة. بس هقول له فايل. واقول له برينت تو بي دي اف. فهو هيسياف لي الموديل سري دي. اقدر اشوفه بعد كده. جوا الاكروبات ريدر. تمام? انت كده بتشوفه سري دي. وتقدر ترفه. هقول له بس هنا برينت تو سي دي. سري دي. وقول له برينت تو فايل. واختر الملف البي دي اف اللي انا هصدر لي. وقول له سيف. زي ما انت شاف الموضوع سهل وبسيط جدا. ما فيوش اي تعييد. ما فيوش اي اكوات ولا شوية طالحة خلص. ولما بصدروا البي دي اف تقدر تلف المبنى زي ما انت عايز. تقدر تجيبه يمين شمال. تقدر شوفه من فوق من تحت. تخفي اللي انت عايزه. تظهر اللي انت عايزه زي ما انت عايزه. بعد كده بفتح لي اللي الملف هو على البي دي اف. اقدر الفه زي ما انت عايز. اقدر شوفه باي شكل انت عايزه. تظهر تحكم في الاضاءة بتاعته. تحكم في الخلفية. تاخد جوا سيكشن. تعيش حياتك بمعي. وتعمل زوم. زي ما انت عايز. دي اسهل طريقة للتحويل من الريفت البي دي اف.